وزيد كبير محللي الأسواق في One Financial Market أهلا وسهلا رامي شكرا على حضوري كمانا خلينا نبدأ أولا بدولار الأسترالي تعليق لأنه ذكرته أنا لأن ما رأيك لماذا سجل هذا الرد الفعل بهذا الشكل العملة اليوم أعتقد أن السبب الرئيسي كان وراء التراجع هو اللهجة القلقة من البنك المركزي الأسترالي والحديث بشأن أربع نقاط مهمة لغاية وهي عدم استقرار أو قوة معشرات سوق العمل في أستراليا الأمر الآخر هو عدم النمو الكافي للأجور وإنعكاس هذه النقطة على قدرة الاستهلاك أو القابلية للإنفاق والاستهلاك ونمو الاستهلاك في أستراليا النقطة الرابعة وهي المهمة لغاية أيضا نسبة الديون بالنسبة للأسر نسبة الديون إلى الدخل وهي أيضا عائق هام في نمو الاستهلاك هذا أثار خشية حول الوضع العام بالاقتصاد وبالتالي توجهات المستقبلية صحيح القلق من قبل البنك المركزي الذي نقلوا الأسواق يعني ترجمته الأسواق بشكل أنه ربما يحدث أي إجراء للتيسير أو لتحفيز الاقتصاد من قبل البنك المركزي الأسترالي وبالطبع رأينا هذا التراجع القوي على الدولار الأسترالي هذا عكس التوجهات الأخيرة اللي كنا سمعناها من البنك أوف إنجلند والمركزي الأوروبي اللي يبدو في التغيير باللهجة بس قبل أن نتحدث عن هذه العملات خلنا نتحدث عن دولار الأمريكي يوم أمس ارتفع من بعض أرقام التصنيع لسجلة أسرع وطيرة نمو يوم أمس بثلاث سنوات بالتالي رأينا الدولار يرتفع بأكبر نسبة مئوية بيوم واحد خلال أسبوعين هل يغير هذا الأمر بتوقعات بالنسبة للفيدرالي عن أرقام البيانات الوظائف التي ستصدر أيضا يوم الجمعة ماذا تتوقع؟ صحيح يعني خلال فترة كنا من قبل شهرين تقريبا كانت أغلب البيانات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية يعني دون المتوقع ثم بدأت في التحسن التدريجي ربما هذه الموجة من تحسن البيانات الأمريكية وكما أشر الفيدرالي أكثر من مرة أن مصار رفع الفائدة مرتبط بالبيانات أكثر من أي أمر آخر وبالتالي أعتقد أن توقعات الأسواق التي باتت شبه مؤكدة برفع الفائدة على الأقل لربع نقطة في اجتماع ديسمبر المقبل 13 ديسمبر والفيدووتش يعني تظهر احتمالية للرفع تقريبا 60% 50% ربع نقطة وهناك 10% احتمالية للرفع الفيدرالي نصف نقطة مرة واحدة وهي يعني النسبة ليست هيا والأسواق بدأت في تسهير هذا الأمر ولكن نظرا لأن الاجتماع يعني بقى عليه يعني حتى نهاية العام ستة أشهر تقريبا والبيانات ما كانت مشجعة بالفترة الماضية كانت فيما سابق ولكن ربما يعني تحسن الحادث في خلال الأسابيع القليلة الماضية وخصصا يعني أن مؤشر المدير المشتريته ومؤشر هام ومؤثر في تحركات الأسواق وفي الرؤية للنمو القادم هذه كانت انعكسات لارتداد الدولار الأمريكي مرة أخرى في الأسبوع الذي يصبقه كانت تصريحات المسؤولين من البنك المركزي الأوروبي وتغيروا لها جامعين المركز الدوليقاني خليني بس اسألك هنا سؤال يعني سابقا كان واضح أنه فيه بين البنوك المركزية الأوروبية والولايات المتحدة اليوم لا صارنا كلنا عم نحكي برفع شفنا ري برايسنج للعملات بشكل واضح بس هل انتهينا أم تتوقع المزيد من القوة للسترليني واليورو على الدولار الأمريكي بغض النظر عن أن الدولار أيضا يتجه تجاه رفع يعني في رأيي أن النظرة تختلف ما بين الاسترليني واليورو بشكل كبير اليورو مرتبط أكثر ببيانات الاقتصادية التي تصدر منطقة اليورو وتأثير السياسات المتابعة ولي على فكرة بشكل واضح متحسن بشكل قوي يعني في إشارات قوية على تحسن الاقتصاد الأوروبي وارتفاعات مصاويات التضخم صحيح أيضا سندها في هذه النقطة إلى مسألة مصار التجديد السياسة النقدية هل سيكون متسارع هل سيكون تدريجيا كما يعني بيطالب أغلب أعضاء المركزي الأوروبي هذه الأمور ستنعكس بشكل واضح على أداء اليورو على الجانب الآخر الاسترليني مرتبط أكثر بمسألة البريكزيت والمفاوضات والخروج وهل ستحصل المملكة المتحدة على صفقة جاهدة من الاتحاد الأوروبي أم لا هذه هي المحددات الرئيسية للأمرين طبعا السياسة النقدية في إنجلترا مرتبطة أيضا بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية كذلك بس عندهم أمر آخر عم بيأسل الأمر السياسي هو عنا دقيقة خلنا نتحدث عن الذهب اليوم ارتفع من بعد ما كان سجل أدنى مستوى بسبعة أسابيع يوم أمس هل هو بسبب موضوع كوريا الشمالية أم لا برأيك في ذلك؟ أعتقد أن كان هذا الأمر مؤثر إلى حد ما على الارتداد ولكن إن كان الارتداد محدود للغاية في هذا الصباح والشكل الأمر الرئيسي المؤثر على حركة الذهب وارتفع شعية المخاطرة مرة أخرى وبالتالي الذهاب السيولة إلى الأصول الأكثر مخاطرة وهو ده اللي كان سبب كبير في أطراب بعضا أعتقد أن على أقل مستعدة من 1200 دولار إلى 1200 وعشر هي المستعدة المفصلية والهمة والتي يجب مراقبتها حتى هذه الأصول شكرا جزيلا لك سيد رامي أبو زيز كبير محللي الأسواق بوان فانانشل ماركت أهلا وسهلا بك